أريد أسألك بالطرقاعة الجديدة لعدنا السحنة شانت عايزة لتمت طبنا كورونا ما هي الحكمة من أنه السيد وزير الداخلية المحترم والحكومة العراقية تؤجل غلق الحدود إلى يوم 25 وبالتالي الخفت مننا طحت به التحية طيبة لك أستاذ النجم ولضيفك عبر الأثير يعني أولا هذا من سوء طالعنا يعني العراق لغاية يوم أمس ما كان يعد من الدول التي دخلها هذا الوباء لذلك يعني التأخر بمنع دخول أو غلق الحدود سيما مع الدول التي ثبت أنها فيها أمراض وبائية وفيها مرض الكورونا كان مفروض اتخاذ إجراءات مسبقة كان مفروض بداية يعني هي قضية واقعية أستاذ النجم الصين والدول المتاخمة لها يعني قطعا سينتقل إلى مناطق شرق آسيا قطعا سينتقل إلى مناطق تتاخم الحدود الإيرانية والحدود الأفغانية وكافة الحدود لذلك الإجراءات لم تكن مبكرة الأجهزة والوزارات ذات الصلة المعنية بهذا الأمر تتحمل المسؤولية كاملا مسؤولية كاملة تتحملها إذا ما حدث وما يحدث عند حدوث هذا المرض يعني اليوم المصيبة حسنا خليني نعتمد اسلوب الشفافية اليوم هذا الطالب العلم الذي اكتشفت لديه حالة مؤكدة في النجف يعني مع من جلس مع من صافح مدة الحضانة 14 يوم هذه الـ 14 يوم كيف أين مكث؟ من خالق؟ الآن السؤال الأخطر السؤال الأخطر سيدنا شلون عبر من الحدود وما حتى تنفحصه بمعنى أنه لا توجد إجراءات رقابية وقائية صحية بالحدود ولذلك نفذ هذا الرجل هو كورونا مالته؟ يعني أنا سمعته أن هناك جهاز واحد يعني قبل خمس أيام كان جهاز واحد فقط في مطار بغداد مطار بغداد اللي هو مطار دولي ومعتبر ومحترم وهناك استهانة وهناك تهاون في مطار واحد أعتقد فقط في قاعة نينوة والضيوف الممتازين الضيوف الـ VIP يمتنعون عن الفحص وطبعا هذا أيضا موذن بالفحصين لأن الفحصين أيضا بالتالي هم موظفون عاديون لا حول لهم ولا قوة يعني إذا دخل وكيل وزير لو مسؤول لو مدير لو رجل مسؤول بالدولة إذا امتنع لا يمنكون قدرة إجبارة على أن يفخص لذلك يعني مشكلة العراق أنه تتعدد فيه الزعامات وتتعدد فيه القوى هذا يعقد الموضوع ويسهل الكورونا أن يدخل في أي مكان خليني هذا السؤال يعني هو في مطار نعم سيدنا كمل يعني أقول في مطار بغداد يتم التهاون فكيف في الحدود البرية قطع الحدود البرية كما يعبر عنه باللغة الفارسية خري مري يعني كيف ما اتفق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر